طيب خليني أروح بقى عشان إيه نلحق نتكلم في الملف الديني لأن جمهورك إنت ابتديت الشغل الديني وإنت بتعمل ده يعني كان أنا الأول الدراما والمسرح وكامساعد مخرج والفنان المتحدين والكلام ده ولا الشغل الديني ولا دخلت المجال الديني إمتى وإزاي ابتديت العمل في المجال الديني على مرحلتين المرحلة قليني أنكن بشتغل طبعا العادي المسرح والحاجات دي وابتدى ناجي أنجلو كان بيعمل مسرحية اسمها الشهادة الصامت طبعا فطلبني أن أنا أعمل دور في المسرحية دي واتعرضت في الكتدرائية المرقصية في المسرح الرئيسي فده كان أول حاجة على الإطلاق تاني حاجة بعديها كان فيلم مارمينة كان سامير سيف هيخرجه وكان فيه روح جميلة خالص من الجميع أنه يتكاتف ويقف مع بعض كل المهنيين اللي بيشتغلوا في الشغلانة دي سواء مصورين أو ديكور أو أين كان وظيفتهم بيعملوا الحكاية دي وأن هما إيه يعني بيحطوا قديهم في العمل فأنا في مارمينة ساعدت سامير سيف ودي كانت أول مرة أساعده في الإخراج التلفزيوني ومثلت في مارمينة فإحنا كنا بنشتغل كلنا يعني وأنا عن نفسي يعني من باب المحبة وأخذ البركة إن إحنا سيرة القديس بناخد بركة منها فالتواجد في العمل مش نجومية ولا أنت بتعمل إيه ولا مكانتك إيه ولا طبعا طبعا بدليل أنه بتعمل بطولة فيلم وبعد كده بتعمل دور مصاعد مع صديق ليك أو زميل طيب أنت عملت أدوار في الأفلام الدينية نتكلم على أدوار القديسين يعني طبعا تشرفت بأنك تعمل أدوارهم متنوعة الحقيقة كان عندك نصيب يعني ربنا أدي لك حاجة جميلة إنه قديسين مختلفين بمعنى إنه عادة القديس صرته بيبقى اضطهاد وتعذيب فأنت عملت أربع شخصيات مختلفة تماما عن بعض ومتهيأ لي إن ده يعني في رصيدك شيء عظيم يعني خلينا تكلم عن سمعان الخراز لإنه ليه معزة كبيرة كده في قلوب الناس دور صعب ودور مختلف وأعتقد إنه كان أول بطولة المكياج بتاعه ده كان بياخد حوالي ساعتين ونصف لثلاث ساعات كان رحلة عذاب في تجهيز شكل الشخصية دي من استفان مونير لسمعان الخراز وطبعا لا أنسى أبدا الفنان الكبير عزيز عزيز صلو طبعا اللي هو كان له دور أساسي في تجهيز هذه الشخصية من أحسن المكيرات طبعا 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 الحقيقة أنا ما بعمل دور بمسؤولية كبيرة كده أنا بصلي وحط الخديس قدامي وبقوله صرف هو يظهر نفسه هم